موسيقى سيدة بوش راشني أهم تعديلات أنتما التي تختار حفة إطار تعديلات مدونة الأسرة بالنسبة للتعديلات المقترحة اليوم في إطار تعديل مدونة الأسرة هي النقطة لخلق مشاكل حقيقية داخل المجتمع وخاصة لدى النساء المغربيات من أول النقطة الأولى يمكن أن نتكلم عليها هو الفصول 2021-2022 التي تتكلم على زواج القاصرات والتي تنطلب اليوم بالحدف النهائي نظراً لأنه خلق مشاكل وكذلك لكننا نعتبر أن الحق الطبيعي للأطفال خاصة طفلات الصغيرات هو المدرسة هو دفع الأسرة هو اللهو هو اللعب هو التمتع بكل الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية حقوق طفل اليوم حان الوقت من أجل الإلغاء الكل لهذا الفصول نظراً لأنها تتخصص بطفولة ديالبنات اللي محتاجين أنهم يكونوا عند الأسرة ماشي عند الزوج كذلك كان فصل آخر اللي نطلب بتعديله هو الفصل اللي تتكلم على الولاية الشرعية على الأبناء وهذا الفصل بطبيعة حلو وخلق مشاكل كذلك لدى عدة أسر مغربية يأيمة اللي تكون عندهم شقاق وداخل المحاكين من أجل طلاق ولا اللي عندهم طلاق ديجا في حكم نظراً لأنه في الوقت اللي تتكون هذه الطالقة ولا الزوجة أنها بغت نقل طفل من المدرسة للمدرسة خاص ضروري الإدن ديال الأب وفي الوقت اللي ما تكونش الأب يا إما في غيب ولا مرافض أنه يعطي ذلك الإدن إذا أنت ذلك الطفل التي ما تتمتعش بهذا الحق ديال التعلم كذلك الحق في الصحة هذا الطفل كذلك في الوقت اللي تبغي يجري عملية جراحية مستعجلة لما تعتش الإدن من طرف الأب ما يتمش العملية كذلك هذيك الأم لك أنت ميسورة الحالة وبغى تصفر ولده خارج الوطن من أجل استكمال الدراسة دياله أو أنه يدير مثلا فحص طبي ولا جراحة إلى آخره إذن دائما تنتظروا هذا التوقيع الكتابي ديال هذا الأب ولا ديال الطالق من أجل تصفير ذلك الطفل ولا من أجل إنجاز ذلك الجواز صفار ولا من أجل تنقيل الطفل من المدرسة إلى مدرسة أو إجراء عملية جراحية أو تأمين كذلك هناك بعض الحالات كذلك اللحفة الطفل ممكن تقع لها حادثة سير والمرأة هذه الأم الحاضنة هي لنفقات هي لتابعات هي لتابعات العملية هي لوقفاته في الوقت التي تخرج تأمين تنتظروا على الثاني واحد الأب الذي هو غيب عن النفقة غيب عن المسؤولية ننتظروا ونقلبوا عليه وهو ترفض الرفض للمطلق إذن نحن اليوم نطالب بالولايات الشرعية على الأبناء ولاية مشاركة وبطبيعة الحال بشروط معينة باش نقدروا أننا نحلوا عدة مشاكل عالقة في هذا الشأن كذلك باش نتكلموا على إتبات النساب وإتبات النساب هذا مشكلة التي تعانيها الأمهات العازيبات للأطفال بدون هوية في الوقت تتجيك أم عندها ولياد وهي تطلع وتنزل في المحاكين بدون ما تتبت هوية ذلك الطفل بالرغم أنه كان بيولوجي ولكن رافضاً مطلقاً تسجيل الطفل في الحالة المدنية رافض بشكل مطلق أنه يعترف به إذن نحن من الحويجة الأساسية التي نطالبه كذلك هو الخبرة الجينية العلمية كان شي حاجة فيها العلم مش حاجة فيها الخبرة إذن هذه الخبرة هي الوسيلة للإتبات الوحيدة والنهائية من أجل إتبات النساب وتكون واضحة كذلك في قانون الأسرة كان نقطة أخرى التي تهي مهمة والتي كانت في القانون السابق والتي لم يفعلها بشكل إيجابي وكذلك لا يوجد قانون منظم لها هو تقسيم الممتلكات لكن الفصل العدو ربعي التي تتكلم عن تقسيم الممتلكات ولكن وجه هذه الزوجين تدروا العقد الموازي لعقد الزواج من أجل تسجيل كل الممتلكات المتركمة بعد الزواج وجه هذه العدل في الوقت التي تريد أن يرام عقد الزواج لذلك الزوجين الجديدين تشرح لهم وتشعرهم بأن ضروري كان عقد موازي من أجل تقسيم الممتلكات وكذلك المحافظة العقارية وجه المؤسسات التي تنظم كذلك هذه الممتلكات عندها خبار وعندها علم وعندها دوريات وعندها قانون منظم لذلك من أجل تسهيل من استراءة تقسيم الممتلكات حتى اليوم نسب قليل جدا ونقدر نقول منعديما دين الناس التي تقدروا يديروا ذلك العقود للموازية أو تقسيم الممتلكات نظر لأن فيها معرق متعددة وحنا حان الوقت اليوم أننا نسهلوا هذه المساطر وكذلك من المطالب دينا هو داخل عقد الزواج تولي إلزامية عقد الموازي إلزامية تقسيم الممتلكات لا تكون فقط حسب مزاجية الطرفين ولا خايفة ولا حشمانة ولا عيب ولا أنا سأدخل بنية سيئة إلى آخر لا هذا حق من الحقوق كما سأخذ هو حقه في تقسيم الممتلكات النصف كما أنا سأخذ كذلك النصف بالنسبة للتعديد المرتقة بلاد مدومة للأسرة وشترك أن تكون مشاركة من طرف الجميع اللي مختصين بهذا المجال ولا يتكون شيء هاي اللي تتكلف بعد التعديد ثم يتم طرحه للنقاش إحنا بغينا يكون بنفس الطريقة اللي كانت في السابق هو أن كل الهيئات كل المؤسسات أن تتاهم في بلورة تعديل لمدونة الأسرة كل واحد يعطي اقتراحاته نظر لأن كل واحد عنده مذكرة مطلبية كل واحد عنده حيتيات كيفاش بناء هذك المذكرة المطلبية إحنا نتمنى أن المجتمع المداني والمجتمع السياسي والمؤسسات الدستورية والناس اللي عندهم اهتمام وعندهم دراية وخبراء في هذا الموضوع أنهم كلهم يبديوا برأيهم وكلهم يحطوا ملفاتهم المطلبية ويكون فيها نقاش بطبيعة حل مع اللجنة يمكن تكون اللجنة ملكية أو اللجنة اللي يمكن تخلق من أجل متابعات هذا الأمر من أجل إخراج واحد القانون يكون قانون عادي القانون منصف قانون لتحمي الحقوق دي الأسرة المغربية نساء ورجال وأطفال اشتركوا في القناة